يعني احنا كلمنا عن النموس عايزين نكمل بقى الزباب اللي احنا كلمنا عليه المرة اللي فاتت بس النهاردة هنتكلم على النوع تاني من الزباب بيعتبر اكتر انواع الزباب نقلة للامراض وهي زبابة التسي تسي كلنا سمعنا عنها انما محدش يعرف عنها معلومات كتير قوي انما ده بيعتبر من الحاجات الكوارث اللي موجودة في افريقيا ومعرفش عنها حاجة فهي طبعا النوع ده بيتبع عائلة اسمها جلوسيدي وهي بتوجد في وسط افريقيا تتغذي على دم الحيوانات الفقرية وتنقل طفيل اسمه تريبانوسومس طفيل يعني بيتطفل بيخش جوة الدم اللي بيسبب للانسان مرض النوم اللي هو مرض النوم المعروف وبيسبب للحيوان مرض اسمه تريبانوسوميازيس وبيسمى احيانا بمرض النجانة الحسرة بتاعة الدباب دي لها اربع عجيال في السنة وتتحسب مدد الجيل وهي من لما الحسرة كانت بيضة لغاية لما تحط اول بيضة دي فطرة الجيل الحسرة دي الموضوع مختلف سويا لانها من الحسرات تقريبا من الحسرات الولودة كل الحسرات بتحط بيضة انما الحسرة دي بالذات حسرة ولودة هنشوفها لانها حسرة غريبة جدا وليها حوالي واحد وثلاثين جيل في فطرة حياتها كلها لها اللي هي من الحسرة من المكانة بيضة لغاية لما تموت هي بتشبه كبير اول زباب المنزلية بتشبه الى حد كبير الزباب المنزلية ولكن يمكن تمييز زبابة التسي تسي بان جناحها مضمومين على بعض وان فردة الجناح هاملة زال بلطة كده كل ده هنشوفه بعد شوية طبعا بتحط جناحتها على بطنها عند الراحة وغير مفروضين زي ما نشوف بعد شوية مع بعض ويمكن ان نرى الحسرة دي في مرحلتين فقط هي مرحلة التوري يرقي التالت اللي هي اليرقة بتولده بتولد طور يرقي التالت مبتحطش بيد والطور البالغ للحسرة الحسرة دي بتخص بالبيت داخل ما يسمى بالرحم ليها رحم حسرة ليها رحم اه من الحشرات اللي ليها رحم وهنشوف دلوقتي يفقس البيت داخل الرحم ديت وتلد الحسرة في طور اليرق التالت يعني الحسرة ليها رحم وليها عملية طبويت زال بنقادم بالضبط حاجة غريبة جدا يعني وفي الطور ده بتنفصل اليرقة تماما عن الام جناها الحسرة زي ما قلت عمل زال بلطة من الحاجات المميزة جدا لزبابة التسي تسي وقرون الاشعار بيبع لها ريش كده وده برضو من الحاجات المميزة للزبابة دي الغريب بقى في الحشرة دي بيختلف عن كل الحشرات ان لها جهاز تناسولي بيشتمل على رحم كبير بالقدر الكافي انه يشيل جواه طور يرقي تالت يعني اليرقة بتنسالخ مرتين جوا جوا رحم الام حاجة غريبة جدا وطبعا بيخرج في نهاية فترة الحمل بيخرج الطور اليرقة الدالت الزبابة دي يعني من الزباب القاسي جدا تعرف اي زبابة منزلية بتجيب اللي هو الفلاي سويتر اللي هي المضربة الدبان بتروح تك داري بالدبان الزبابة دي بالذات صعب جدا انك تضربها صعب جدا انه بالفلاي سويتر دي او بالنسبة انك تضربها بتحتاج مجهود غير عادي يعني انك تضربها وتموتها لما نجي نتكلم عن دورة حياة الحشرة العجيبة ديت الحشرة القاسية ديت نجي ان حشرة تسي تسي لها دورة حياة غير عادية فهي غير كل الحشرات اللي نعرفهم الانصة تخص بالبيض بيحصلها عملية طبويض زي الانسان بالزبط وتحط بيضة واحدة زي البن ادم بالزبط بيضة واحدة جدا يعني بيضة واحدة جوا الرحم وبعد كده بتخصبها وتتزوج مرة واحدة على فكرة وتخزن الحيوانات المنوية في حاجة اسمها السبيرماسيكي اللي هو الوعاء كده بيخزن الحيوانات المنوية وبعدها تعمل عملية طبويض مرة واحدة وتخصها بالبيضة دي البضة دي بتفقس يدينا يعني تفقس يرقة لغاية تجبر اليرقة دي في الرحم بتاع الام والرحم لغاية لما يوصل طور عمر اليرقي سيعني تنسلق وتجبر تنسلق وتجبر لغاية لما يدينا العمر اليرقي السالس وبعد كده يحصل عملية الولادة تحصل عملية الولادة انها تبتدي الحصرة تولد الطور اليرقي السالس ده تولد ولادة ما بتحطه سبيت تولد كائد يرقي الكائن ده بيكمل دور حياته خارج خارج بطن الام سبحان الله سبحان الله يعني هي ولودة حصرة ولودة لها جهاز تنسلي لها مبيض لها طبعا بتختلف طبعا انها لها سبيرماسيكا زي الحشرات انما سبحان الله وطبعا هنلاقي ان الزبابة دي بنعتبرها الادينو تروفيك الادينو تروفيك فيفاباريتي ادينو يعني غدة تروفيك يعني غزائي فيفاباريتي يعني ولادة احياء يعني هي بتتغزى اليرقى جوه بتتغزى زي البن ادم عن طريق غدد عن طريق غدد ادينو تروفيك فيفاباريتي يعني ولادة احياء هذه الاحياء جوها بتتغزى عن طريق غدد زي ما هنشوف بعد كده وده يؤكد ان البيضة بتفقز داخل رحم الام الى يرقى في العمر الاول تتغزى من مادة لبنية تفرز من الغدد اللي احنا هنشوفها او تطور الطور اليرقي الى العمر اليرق السالس ثم بعد كده بيحصل فيفاباريتي او عملية الولادة يعني نادا نقول الحشر دي حامل حاجة عجيبة جدا زي البن ادم فهي حشر خطيرة من الحشرات اللي ربنا لا يبلينا بيها وموجودة دايما في الدول الافريقية اللي مفاش عناية ويعني لها ظروفة يعني هنكمل الحشرة اللي الحشرة دي مهمة جدا هنكملها بتفاصيلها ودورة حياتها وهنشوفها مع بعض بس فصل صغير وارجع لكم السلام عليكم رجع لكم تاني ونكمل زبابة الخطيرة التسي تسي اللي ربنا لا يبلينا بيها الزبابة دي الطور الكامل من الحشرة تم تعتبعا لأنواع كتير جدا كل زبابة لها أنواع مش هو نوعه خلاص تم تعريف حوالي 34 نوع من الزبابة دي وتحت نوع يعني سبيشيز وصب سبيشيز من هذه الحشرة طبعا اعتمادا على الصفات التقسيمية المستخدمة واليوم النهاردة طبعا وضعوا زبابة التسي تسي في جنس يسمى جلوسينا في عائلة اسمها جلوسينيدي والعائلة دي تنترك تحت فوق عائلة سوبر فاميلي اسمه هيبيبوسكايد هيبيبوسكايد او بيوسكايد تضم معظم العائلات اللي تتغزى على الدم اللي هي هيماتو فاجاس فاميليس كل العائلات اللي بتتغزى على الدم دائما منشوف السبابة دي في الريف الافريقي الفقير حيثوا استخدام الفأس والحرط عن طريق الحيوانات الزراعة البدائية جدا يعني وطبعا الحصرة دي بتتطفل على بتتطفل على الحيوانات وبتنقل لها مرة اسمه النجانة الحيوانات المصابة ديت بتضعف الحيوانات وبتقتل الحيوانات ديت والماشية وطبعا حتى يعني العجول او الماشية بتلاقي عليها علامات الاجهاد واللبة بتاعها ما بيبقاش كتير حتى السباد اللي بيطلع بين الحيوانات دي ما بيبقاش كافي لتسميد الارض اللي نوفوش عناصر غذائية كاملة وزبابة التسي تسي بتنقل مرض مشابل الانسان بيسمه هيمان تريبون سوموميازيس سوموميازيس تريبو تريبانو سوموميازيس وجد ان سبعين مليون شخص في عشرين دولة مصابين بالمرض ده بيعتبروا زبابة التسي تسي ضائل بيولوجي لتريبون سومس اللي هو التريبون سومس الطفيل اللي بتنقلوا الزبابة لل اه الزبابة اه اه دلوقتي جاي فيه الزبابة هي زبابة التسي تسي سبحان الله يعني بتلاقيوا حتى الجناحين بتوحة مختلفين شوف الجناح بتاع عامل زال بلطة بالزبط جناح مبايز مش هتلاقيه في اي حصرة تاني الجناح بيبقى عامل زال بلطة بالزبط اهو من المميز ده احد جناعية طبعا اللي هي ديبترا جناحين وبتصيب الانسان بمرض اسمه السليمينج سيكنس اللي هو مرض النوم وطبعا بيصيب الحيوانات بمرض اسمه النجانة زبابة التسي تي سي دي بتنقل طفيل التريبانوسومز بطرقتين طريقة بايلوجية وطريقة ميكانيكية يعني في طرقتين الطريقة الميكانيكية هي فينة الحشرة الحشرة بتنقل طفيل المرض بين الشخص المصاب للشخص السليم زي بالزبط ما بتحقن المرض طبعا ده الفرق بين الانسة والزكر تلاقي الانسة تلاقي الزكر بطنه مسلوبة كده والانسة هي زي ما احنا شايفينها بطنها مختلفة ده الفرق بين الزكر والانسة دي عمليه في التزاوج وندقلين ميكانيكي زي ما بالزبط بنجيب حقنة المرض بنحقنها في الشخص السليم النقل البيولوجي ان لازم المرض ده بيمر بمرحلة حضانة داخل الانسة بمرحلة حضانة داخل غاية لما يقوى المرض طفيل المرض وبعد كده بيبتدي ينقله خلال وجبة الدم هنا بقى هنشوف حاجة غريبة جدا الجهاز التناسولي هنا فتحة الفتحة التناسولية هنا الرحم السامي هنا هنا المبايض هنا الوعاء الناقل للبيض هنا اللي هو تخزين الحيوانات المنوية وهنا الوعاء الناقل وهنا الجزء ده المدور ده اللي هو اللي بتخزن فيه الحيوانات المنوية بيخش الحيوان المنوي جوه بيتخزن في الجزء اللي فوق ده خلاص الزكر مالوش لازمة بعد كده يروح في السلامة مش عايزينه هو عندها دلوقتي الحيوانات المنوية كفاية بيحصل تبويض بيضة واحدة بس اه وبيضة خزبة بتنزل بينزل عليها نقطة من الحيوانات المنوية بيخصة بالبيضة زي الفل بعد كده شوف الغدد بقى بتغزي البيضة دي لغاية لما تتحول لطور يرقي جوه الرحم ده رحم رحم الحصرة ويتحول لطور يرقي شوف الطور يرقي بمالها الرحم كله حامل وتلاقي بطناءة كبيرة زي الستة كده سبحان الله يعني قعد الحصرة بتيجي سبحان الله شايفي الولادة بتولد يرق يعني زي البيضة بالزبط يعني مفيش فرق شايف سبحان الله سبحان الله ولادة يعني اهي ولادة احياء زي بين ادم بقى بيولد ما الانسان ما الانسة بيبجوها بيضة والبيضة بيتحول لجنين والجنين بيتطور وفي الاخر بيخره زي ما احنا شوفنا في الحلقة الاولى دي برضو نفس الشيء رحم وباضط وبعد كده خلفت يرقة في العمر التالت يرقة جميلة هي زريفة بيضة واليرقة دي عشان طبعا لسه خارجة بتكمل فالانسة بتعمل ايه بتدفنها في الرمل بتقول لها لا انت لسه دورك ما انتهاش لازم بتكمل دور حياتك وبعد كده تتعذر اليرقة بتتحول لطور ساكن كده لا بيأكل ولا بيشرب سبحان الله وطبعا الطور ده اللي هو العزرة دي بتبقى بيضة في الاول وقرب خروج الفراشة الكاملة تلاقي العزرة دي سودت زي الطور اللي يرقة زي ما تكلمنا في النموس في الاول لا سودت وبعد كده يبتدي تخرج الفراشة الجديدة على فاكرة الفراشة الجديدة او الفراشة الحديثة ما تبقاش حملة للمرض غير لما تتغزى او تحقل حد مصاب يبتدي تنقل المرض بيكانيكي او تنقله بيرجي الراجل ده بيعمل ايه عارف ان العزرة العزرة دي عشان يروح يعدمهم يعني حالتهم صعبة جدا اهي بتدت تخرج فراشة من العزرة انا عايز اتكلم على مرض النوم ده يا جماعة انه مرض بيسيب الدم فالدم ده مشكلة جدا يحدث طبعا الحشرة دي بتتغزى لعدة عوامل لما طبعا بتشبع وكده سبحان الله المرض ده بيمر بدرجة دورة حضانة لو نقل بيولوجي داخل العائل بينطق خلالها عدة اجيال من الطفل بيتكيف هذا يعني خلال هذا الفطرة مع العائل والنقل البيولوجي بيمر بمرحلتين داخل الحشرة وهي مرحلة العائل الفقاري ويمر هذا الطفل مع الحشرة الحامل لزرياتها يعني طبعا العائل ده ما بيمرش مع الزرية يعني هي بتيبقى حاملة المرض انما الزرية بتيبقى خالية من المرض نفسه والمرض النوم دوت يعني بيقبى نقص اوستجين حتى الانسان المخ عبارة عن ايه جماعة المخ بياخد 25% من الدم هو طبعا حجم المخ في الانسان على فكرة انا بكلم عن الانسان 2% من حجم الجسم حجم المخ في الانسان لانه هو الباشا الباشا في جسم الانسان هو المخ 25% من الدم الانسان بيروح للمخ طبعا الدم دوت محمل بالاكسجين حوالى 4% من اكسجين الجسم كله بيروح للمخ الانسان لما بيجي يتعب لازم ياخد راحة او لما بيجي بعيانا الدكتور يقول له خد راحة ليه ياخد راحة عشان اكسجين الدم الدم ياخد كفايته ولو هو رائس يبتدي يتعوض فالانسان اللي بيتحب قوي وبيبزي المجهود جامد وبيخدش راحة لازمة الاكسجين ما بتروحش للمخ بكفاية وتلاقي ناس على فكرة فجأة تروح وقع من طولها وحصلت لها موت موت كلينيكي يعني هو كل الجسم ماشي انما المخ مش قادر يشتغل لانه مصواصله الاكسجين الكامل بتاعه فطبعا بيبتدي لغاية تضمر انسجة المخ دي واحدة وقتا من موت جسم الانسان كله فانا طبعا بقول لأي انسان انت تعبان او عيان خد راحة لان الراحة دي فيها يعني مفيدة جدا ولو ما خدتش راحة فيها خطر لحياتك فأي طفل بيخش بيبتدي الطفل على الدم بيقلل نسبة الاكسجين اللي بتوصل للمخ بيصيب مرض النوم مرض النوم على فكرة التعب تعريف التعب هو نقص اكسجين في جسم يعني التعب نفسه تعريفه هو نقص اكسجين في الجسم فالانسان لما يتعب لازم ارتاح ليه عشان يحافظ على مستوى الدم بتاعه ومستوى مكونات الدم بتاعه ووصول الدم بتاعه لكل اجهزة جسمه واهم جزء هو المخ طبعا اللي بيحصل في مرض التسي تيسي ده هو تورم الغدد اللي انفاوية وكده بيحصل ضعف في الجسم وفي النهاية يحدث الموت وزي ما شفنا في الفيلم اللي فات وهنا احب اذكر طبعا معلومة مهمة جدا زي ما قلت كده ان الدم ده يعني اي مرة في الدم الانسان ما يستهونش بيه واي تعب او اي حاجة يعني يقولك واحد بيقولك انا انا محروق دمي لا محروق دمك ارتاح لان حرقة الدم والضغط على الدم ده فيها طبعا خطر الحياة زي ما قلنا تاني هعيدها تاني مهمة جدا اتنين في المية من جسم الانسان مخ اربعة عشر في المية من الدم بيذهب للمخ خمسة وعشر في المية ممكن انا غلط خمسة وعشر في المية من اكسجين الدم بيذهب للمخ واي خلل في النزب دي وصولها يعني بيعيق وصولها للمخ بيؤدي الى مرحلة الوفاة او مرحلة ارهاق في البداية وبالتالي بيؤدي الى كارثة اه اه فطبعا ده ببساطة اوي الزبابة التسي تسي وطبعا مكافحتها يا جماعة اه مسألة صعبة جدا المكافحة بتاعتها المكافحة يعني بتحتاج رش مبيدات ومصايد وزراعات وتكاتف تكاتف وده مباشر موجود في المناطق البداية اشتركه شكرا